لما بنشوف وتعودنا في النادي الايلي واحنا في الناشئين احنا تعودنا ان احنا او المنربين او المسئولين او سيستم كنا داخلين فيه ان احنا بنلعب لازم ناخد المركز الاول مفيش غير المركز الاول تاني زي التالت زي الرابع زي العاشر زي مفيش حاجة خالص هل انت من صورك تعودت عالكلام ده انا انا تعودت لان انا كنت راس حربة اه ودي نقطة انا هتكلم فيها لان انا لما جيت النادي الايلي هدو كنت مرمطني جامد جدا يعني لعبني بقى اوظفني هافليفت وبعدين انت كويس اللي لعبت او انا بتقول فيها انا كنت عاوز العب ده اللي كان بيقعد فينا احتياطي في الفرقة دي بتاعت الزمن بتاعنا انا عاوز اكترك كلنا من بسئ ده لوش وضع ايو احتياطي ده اللي كان بس يقرب للستاشر اللي بيعد منه ده مقط لغرفة الملابس كان خير وبركة عليه لعبت في الناشئين وبعد كده بدأت تطلع الدرجة الاولى عاوزوكو انك لازم تلعب على المركز الاول ولا انت كان هداف كل همك انك لازم تسجل اهداف انا كنت راس حربة وكنت من نوع اللي ما بحبش اخسر ودي ساعدتني جدا لما جيت نادي الاهلي طبعا كان لقيت ناس بتلعب على بطولة وبتلعب على المركز الاولاني انت حسيتها اه حسيتها طبعا فانا دي كانت موجودة عندي لان انا كنت ما كانش بيفوت عليها ماتش لما كنت بجيب جوالي يعني وكان باين من صغري وانا في الناشئين وانا بلعب ناشئين انا هداف عشان كده كانوا في وقت من الاوقات رايحين يلعبوا الترام والترام ده كان فاكر الترام كان كسب الاهلي والزمالك اه اه اسكندرين والسواحل حرص الحدود دلوقت طبعا كل الفرقة دي انا لعبت قصاتها وانت في كافر الشيف وانا في كافر الشيف اه كانوا رايحين يلعبوا الترام وعايزين راس حربة اه وما فيش راس حربة في الفرقة وانت كم سنة كم سنة بقى ما طلقت كان عندي خمستاشر ستاشر سنة خمستاشر ستاشر ستاشر اه يعني شاب فيك انك انت ممكن تلعب في الحتة دي وانت كنت حتى سنوية عامة ساعتها اه وكنت دايما اخد اخد عشان اذاكر وبتاع الكتاب كده امشي في حتة اليعني 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 انا مفكر فلاقيتهم سألوا علي في البيت وراحوا قالوا له ده بيذاكر في حتة الفلمية فراحوا جابوني من على الطريق قالوا تعال هات لبسك وتعالها معنا عشان رحت لعبت الماتش وحطيت جول ومن يوميها لعبت في الدرجة الاولى درجة الاولى وانا عندي ستاشر سنة وسبت الناشئين خالص وانت بتلعب في الدرجة الاولى في كفر الشيخ كان المركز كفر الشيخ بيبقى تقريبا في نص الجدول او للجدول ايه كنا بنحافظ على ان احنا نبقى في نص الجدول وكده موجودين بس كنا في مجموعة بحري مجموعة بحري زي ما بقول لحضراتك كده الترامو والسواحل وطنطا والمحلة المنصورة المنصورة كان فيها لعبها جدا الشال وصليت لا لا كان نجوم كبيرة اوي يعني لعبت من من خم يعني لعبت حوالي سبع سنوات في الدرجة الاولى ادعكت تماما كانت الممتسبة ايميها قوية جدا في بحري كمان بالذات فـ تفضل لا تفضل تفضل كان فـ لما جيتي الناد الاهلي كان ده مسعيدني جدا لما لسه ما تنطش كده مرة واحدة لكن أنا هقول لك خلينا في الفلاحين دلوقتي لحد ما تنطش مرة واحدة كده وتيجي القاهرة لأنه لسه لما سيلا